رحب التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بدعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية يمنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض وقال التحالف الوطني للأحزاب في بيان إن الدعوة فرصة حقيقية لمناقشات جادة ووضع حلول للأزمة اليمنية بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق سلام شامل ومستدام مرتكزا على المرجعيات الثلاث المعتمدة واستنكر التحالف الوطني للأحزاب طريقة تعاطي ميليشيات الحوث الأرهابية مع الدعوات وقصفها المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والمدن اليمنية المحررة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي حصلت عليها من النظام الإيراني وأعتبرت الأحزاب هذا التصرف دليل واضح على رفض الميليشيات الحوثية لدعوات السلام وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين نتيجة الحرب الظالمة التي أشعلتها بدعم من النظام الإيراني الساعي للتوسع وزعزعة الاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر